موسيقى في موقع الغينا عن التعريف سعبد المولايزياتي زكريا تو أمان وجميع الممتنين الذين شاركوا في هذا الفيلم نحن الآن في حي المسجد في تيقطن أشرف أبو علي والآن ورتي استقبلنا في المنزل دياري كما أسبق لي أذكرت الآن في ضيافة أبو علي أشرف المخرج الواعد الشاب مخرج فيلم الهجرة وكما نعرف جميع بأن الهجرة في المفهوم اللغوي تبقتها بتحاضر إنما في البعد والعمق الفلسفي فلها عدة مفاهم تبعا للأحوال التي تدعو إلى هذه الهجرة فما رأي أبو علي في هذا الموضوع هذا؟ أشكر جيدة الصوت هذه الأولى وأشكر لكم معنا وفي الصراحة هذا الموضوع بهذه الهجرة كانت من خلال أعمال ديج اللي كانت من غير انتقام مصير أمو وحيدة إلى أخير اللي كان مجاني واحد كنت تفكر شي أصداقة ديج اللي كانوا واقع لهم هذه المشكلة كانوا أحبقوه كانوا وجهة الوافاة لكن في الصراحة قلت أن أسمع لماذا أن هذا هذا الهجرة كثيرا وبنادا كان فرق بين التوعية واللغة التوعية يعني جدت من فكرة لماذا نفعل لدينا الفيلم الذي هو للهجرة السرية للشباب كل شخص ما هو السبب الذي يجعله يحجر ما هو السببب المشاكل العائلية أو لكي يأخذ لكي يضرب أوروبا مزيانة إلى آخر وهي كسعيدة في الأوقات في هذا الزمن يعني نسبة المساج للهجرة الذي كانوا إذا تلاحظوا الفيلم نحن قلنا هذا المساج كانوا عيوب الشباب يعني الهجرة يرى إنسان يريد 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 أو يريد 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 طريقة قانونية و الصراحة من واحد للجانب أخر كان صح الشباب لم يكن يبقى في هذا هذا خطر عليهم والشباب والحمد لله ربنا والحمد لله في هذه عديد الأشياء التي تريد و ماذا كان الشباب يجب أن يجب يجب أن يجب أي شيء يجب 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 أشرف كلام صواب إنما لدي سؤال ما سترى أن المعاناة التي تتعاني الفنان المغربي حاليا والمعاناة التي تتعاني كشباب مخرجين أو ممثلين تدفعك في يوم من الأيام أن تتفكر ما لا لا نستطيع أن نفكر لكن من ناحية المعاناة كما أقول أخير المعاناة المعاناة من الأمر من أن نره وأن نعاون الشباب أو يعني أنا أرى وأن كأن نعاون الشباب كثيرا في هذا الزمن وأن هؤلاء هؤلاء أن يتبار بهم وراء أن نحن نحن ونحن علاق بهم كما نحن موهوبين بهذا الفنن وعزيز علينا بأننا نريد أن نكونوا مطلقة معهم إذا كنت تشوفهم من بعد كتوليدة تريد هذه الضوامين وكتفرح لتشاكهم وتبرك معهم نحن الحمد للأرى كما عائلة الفننية إنسان يريد أن يضحاك ونحن يكون أخوك يحرف أحدوك إذا كنت ندور الفننين مثلا أهمده باكي يقول لك نعاون الشابة ونسوا الناس كبار ولكن الناس كبار ونحن أرى كنت في يوم والذي لديه حقيقة ونحن الحمد لله باقي فيه ميد لا يوجد أيضا مؤخرة ونحن لم ترى فش كانت غليدة وكل شيء أعطيت الزمال الجميل ونحن نرى بمسرعة من غير المسرحة من غير المسرحة في كارين عادة إلى الأخيرة ولكن كنت نرى ونحن أرى كنت تخلق ونحن نرى بمسرحة ونحن نرى بمسرعة ونحن لم ترى بمسرحة ونحن نرى ونحن نرى ونحن نريد يلاحن نرى هؤلاء ونحن نرى في أجل المسرحة ونحن نرى على موضوع ونحن نرى ونحن نرى ونحن نرى ونحن نرى ونحن نرى هؤلاء الناس الذين يكونوا فنانة وعطوا الكثير يكونوا رأسة جمعية وكونوا يكونوا مصرحة أو تاني يرى حتى الله يكون في الدوشة بكوشي مؤخرا عندما يجيبك الدوصي ديال الجمعية ديالي لم يقبلوه شيئا لماذا يجبك من الساكنة إذا ندول على القانون وجهت ضربة السلطات ونقسم على السلطات لماذا لا تشوف خصوصا أنت لا تعرف الساكنة في الدو السلطان لأن الله يسرر شيئا للمشاكل وكذلك يقول مثلا جيب أعداء المكتب وحسن السيرة لكي يجب منها قتلها وقام الشيبة بيجو من أي قنط من عكس خاص بنادي مي يخدم ولكن الله يهدير الناس شكرا لك وكلام الصلاة وللرجوع إلى فيلم الهجرة سننادي والآن على الفنانة التي شاركوا في هذا فيلم معاك وفي هذا المناسبة نحيي بعد الناس لم ينقش كممتنين أو كبرانين بالعكس نحن عائلة الحمد لله أخوتي 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 أصدفنا المعروفة ذكريات الزمن الجميل أسماء مزاكو الأفدالي هي الزمن الجميل خاصة مع السلسية العاونة إلى أخرين من القديم السعب المعروفة الذي أرى هو أبره وعميمنا وكل شيء الحمد لله إنسان أول عائلة بعد الشهر الحمد لله الذي أريد أن أعاونه 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 ومكل شو نكرهم أعاونه أعاونه ذكريا روميلي مؤاتر يوتيوبر وكان أول عمل مع أشرف لما كان كتابة سيناريو وما كان تمت أول شيء أشكره حتى أن أعطينا لديها حتى أن نكتب معه ونخدمه ونمثله كبطل في القسطة حسنا ونظر على سيناريو حتى أن كاتبه حاولت في سيناريو لا أمكن أن نكتب عليك عن الموادع التي كانوا مطروحة في الوقت التي تضع فيها جرام ما بين المشاكل العائلية التي تصل إلى عائلتك ما بين المعرفة كنقول ببك صاحبي أسباب التي يجعلونه أن الشاب بدينا يهاجرون ومن بينهم أهم شيء الأكثر يردون لها هو أن يرفق السوء الذي نشاهده يجررون أنه يكميه ويستطيع أن يستطيع الحواج هذا من جانب سيناريو من جانب الفيلم كانت أول تجربة لي قدام كاميرا مع أجل التعامل مع السي علي الصالحي الذي كان يدعون في الفيلم ومخرج أشرف أبو علي كانوا الكثير من الناس الذين يعلمونه الكثير من الفناني الكبار الذين توضعوا معنا وخدموا معنا في العمل ما بينهم أستاذ فاطم العرج أستاذ الملازياتي الفناني الكبيرة لدينا أسماء نريد أن أشكرهم من هذا المنبار الذين يعلمونه وشكونا معهم في الفترة التي خدمنا في هذه المنبار لم يكن هناك الكثير من المنبار أريد أن أشكرهم أما بالنسبة لي في الهجرة أقول أن الناس يهاجر في وراقه والبقى في البلاد أعنى أعنى أما لا تحدث الفكرة على الحجرة أن تخرج من خارج من خارجه لأن الناس يخرج بالوراقه ومثائله أما كل شيء يكون قانوني أما تذهب الناس وتغربوا وتجعل الأشخاص في العائلة التي تتمحل معك ومتمحة ومتمحة لا نرى ماذا سيكون لديها معادلات كثيرة الفنانة الهادئة الفنانة الجميلة السيدة اسماء بن زاكور لديك سيطن في ميدان التنتيل وريدتك تعضر لي عن المشاركة في فيلم الهجرة وفلسافتك الخاصة في الهجرة كهجرة ورسالتك للشباب شكرا شكرا أستاذ العزيز بارك الله فيك بصراحة الكلمة التي قلت بحقي شكرا لك جزيلا ونشكر جديد الأصوات التي تتوقفنا وتتحضر معنا وتكون معنا دائما في جميع الحفلات وفي الأعمال الاجتماعية بالنسبة للدور في المقاصر الهجرة والدور للأم والبطال والبطال والمساج التي تقبلها للعائلات أنهم يكون الأبناء يشعروا في مشاكل داخل البيت يشعروا معاناة ما بين الزوجة والزوج أنهم أطفال أن يشعروا هذه المسائل الخصامة بالأزواج مباشرة أنهم يفكروا في أشياء سلبية بالخصوص بالخصوص أنه يشعروا ويشعروا 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 أنهم يفكروا في الهجرة فأنا أطلبهم من الأسر والعائلات أنهم يعتنيوا بالأولاداتهم لن يشعروا ويشعروا ويشعروا حاولت أن نلعب أم الأج و الحمد لله لا إعجاب للجمهور والأصدقاء والأجواء رائعة وخاما لم يكن هناك دعم وإنما كان جو عائلي ومشتغلنا جو رائع معنا ومعنا ومعنا كانوا جميع وفي صراحة هذه المبادرة جميلة وفرحت وفرحت ومعنا يجب أن نشجع الشباب لأننا لقنا أساسي ومخرجين وفنانين نزولا لأخلاقي ومخرج في مساعدة الشباب فهو مشارك في فيلم الهجرة وماذا نتيجوا الناس عبد المولا وماذا رأيه في إخراج هذا الشباب وفي الواقع الموضوع الهجرة تطرعب كثير في العديد من الأعمال ولكن تختلف طريقة الطرع فكل واحد يترعب بطريقة الخاصة معلومة أن الهجرة واعدة والهجرة فمعناها أن ينساق الإنسان من وطنه إلى مكان آخر يبحث عن رزق أو حيات أخرى أجمع من حيات مجلسي الوطنه ولكن ما يروجه هذا الهجرة هو الصورة المخدرعة لكثم نرسى الإعلان في الخارج أو في التقريض يبدون أن العالم الآخر هو العالم المال العالم السعادة العالم كل ما في إجهة الجميل ولكن العالم هذا في خبايا ومشاكل أكثر من المشاكل لأن كل العالم لديهم مشاكل ومحاسوب ولكن بما أننا في وطنه لا نرى رؤية بعيدة ونرى رؤية بعيدة المدى فلو أحبتها وإنما كانت الشاب بإجهة ويشرعهم وإنما تعلمنا الخبايا في البلدان الأخرى في الجنة جنة مصطنعة ويقوم بإجهة ويقوم بإجهة ومدفع في الظرق ومدفع في الظرق ويقوم بإجهة ومشاكل الكبير ويقوم بإجهة جميل بالبقاء لأنه يتجد بإجهة الأخرى وكأنه لا يجب بإجهة صفحة فسنة تغيب قمت بها صادق والأعمق و هذا ما يعيشه و ما يعيشه و ما يعلم به و هذا هو الامل التجريبه لذلك الشباب تأتي للشاب الكاميرا و كتب سيناريو و يصوره تأخذ من التجريبه يعيشه و يكون عنده نكار بعد شكلة لما أريد شاب و تترجعه الممتين و تتقيه الأعمال كله فهذا هو الجامل التجريبه التجربة هي صانعاء والشبب والخائماء والمتجاء والمدعاء والمتجاء 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 هذه التجربة ستكون كثيرة تختار معدنا في البلد لكي يمكنك التمحيص صورة غير واضعة عن الشبب السبب كما يكون الآن لو جاءته سيبدأ يمكنك التجربة كما يرى كما يكون الضعج يمكنك التجربة ويجبانك دعون البيت يمكنك التجربة على تجربة المشكلة لكنه هذه التجربة وجد لمدة جميلات جميلة جداً جميلة للنظام جميلة للترجمة جميلة للترجمة جميلة للعزيمة جميلة إن شاء الله شكراً للمولا زياتي وهذا إن دل على شيء فإنما يدل عن طيبة شخصيتك وعن إرادتك القوية في مساعدة الشباب والأخذ بيده وأتمنى أن يكون مثالاً لجميع الفنان الذين صدقوا هذا الرعي يأخذوا بيدهم ويوجههم ويزرعوا فيهم حب الوطنيين اللي هدرت عليها حب الوطن اللي بدل الآن تنشوفوا بعد ترجعات في هذا المجال ولكن الحمد لله ما دم تواجد للناس بحالكم وناس اللي يفكرون في هذا البلاد وناس اللي عبوا الوطن دياله فرد دائماً ستكون استمراري للحب الوطن شكراً شكراً للمولا وركغالي وعزيز والله يعاونيك والله يوفق بالتقريقة قريباً ستسمعيني في فغشكاً على الوطن ومن يغطره من يغطره يجب العنيم إليه لديك القيمة الوطن من العيش عالي واطن ومن عشره وتعلم وتعانين ومعزيز لا تنسوا اشتركوا في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد